من جانبه أشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتقديم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية مؤكدا معالي أن هذا الأمر سيعزز الرعاية الصحية المستمرة المقدمة للمواطنين وقال معاليه أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يتابع بشكل مستمر احتياجات المواطنين ويحرز سموه على أن تكون جميع الخدمات الصحية والطبية متاحة للمواطنين في جميع مناطقهم بما يعزز المسيرة المشرفة والمميزة للمنظومة الصحية بمملكة البحرين وأكد معاليه دعم السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية واستمرار التعاون بينهما في كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين وكل ما يسهم في تعزيز وتطوير القطاع الطبي والصحي